طب الصلح مع الفناني أحلام؟ أنا قلتلك سامحتة ما صالحتة لأ بالعكس في محاكم ما في أي تواصل؟ أبداً أبداً وإذا هلأ بدأت تتصل فيك شو بتقالي لأول شي؟ ملا هاي أكيد أهلا كيفيك؟ هلأ أنا أحياناً لأهمي بعمل بلوك يعني ما برد مش بسهولي برد لمين عامل بلوك وبتقولي مستحيل شي لها البلوك؟ عاملي لأكتر بس بدي اسم واحد شخصية فنية لبنانية بتقولي أنا ما بشيلها البلوك لو شو ما صار؟ بس ما رحقول نجوة كرم؟ لا ما قلتلك بلا أنت قلتلك؟ لا ليه بدي كياني أتبنى؟ عاملي البلوك لنجوة كرم مستحيل شي قف ليه؟ أنا بحبها من بيد لبيدي شو بدي أمني أكتر من أني أحبها من بيد لبيدي؟ هي عاملتلك بلوك؟ لا أنا عاملت لها بلوك عاملي بلوك لمعتصم النهار ليه؟ وبأحد المقالات التي كتبتها أيضا بمجلة الجرس قلت أنه معتصم ومن أكتر الشخصية الفنية السورية أنا معتصم ما عملته على تويتر مش على التليفون ما فيه مبارك ما بتعرفيه شخصيا قلت هو من أكتر الشخصية الفنية السورية اللي بيغنجوا بيدللوا مرطن بالعلن معناته فيه شي غلط شو هو؟ يعني لما بتطلع أنت على طول عم تعمل قسائد بمرتك هذه مرتك قادي أنت وياها بالبيت شو فيه؟ أنا بدي أسألك عشو عم تلمحي؟ يعني يعني هو السلوك تقوله تلميح إنه؟ إنه ما بتعود تفهم شو فيه تلاقي عند تغزل بمرتك يعني شو مبارح تجوزته؟ مرته بمين بده يتغزل؟ يكتب أي موضوع يعني إلا الغزل بس إنه يعني تعني نحلل معناته عم يرضيها مقابل؟ ما معار مقابل شو أنا مش هايش معهم ما فيني أكل قال لي في أخبار بس عم بيحاول عم بيحاول يرضيها وش حلوة؟ ليه في دايما هجوم عليه؟ لا ما فيه هجوم عليه بس هو شاطر عم تشوفه حقق نجاح كبير هلأ وعم يحقق بصالون زهرة مع الممثل نديد ناسي بنجيم؟ هذا رأيك؟ أنا ما حضرت صالون زهرة ما بعرف وإذا حضرته وشفته وعم بيمثل حلو زقف له طبعاً وقابل بخمس وناص مع قصاي خولي ونادي ناسي بنجيم نجاح كبير حققه أقل من أي لبناني من أقل أردني من أقل مصري من أقل أحدا ومشي يعني عطيه خمس سنين لمعتصم إذا ما لعب دور كتير مهم ينتهي نهائياً شكله ما بيضل يساعده الممثلة السورية سوزان نجم الدين تصدرت المشهد مؤخراً بعد انسحابه من برنامج المواجهة بسبب سؤال طرح علي عن رئيس السوري بشار الأسد شو تعليقك على المشهد؟ ما عندي تعليقك لا بد أعرف شيئاً سوزان بس عملت زوبعة بمقابلة أجايتها سوى وأطلقتها وصارت كل المؤسسات تطلبها أنت أطلقت سوزان نجم الدين لبنان طبعاً ومن بعد هايدي المؤابلة طلبوه أكتر من محطة وأبدت مصاري وهي اللي طلبت المؤابلة وهي شرفتنا على المكتب وعملنا للمؤابلة تطلع تقول نحنا منتجنا أيام تكذب ورجعت تقول لي أنا ما قلت أنتم منتجته يا بنت الأوادم أنت قلت نحنا منتجنا ورجعت كتبت لها أنه سكتي وخلص وعملت لها بلوك ليه بدأت تطلع شائع الطلاق على الممثل السوري تيم حسن من وفاء الكلاني؟ بدوني لك بخبار توبرني وفاء تعرفيها؟ كيف بعرفها؟ في أي تواصل؟ هلأ هلأ؟ لا هلأ أكثر ما بتواصل معهم؟ بس الحق ألي يعني وفاء الكلاني أنت بتعتبرية التي لئي من أكثر الشخصيات الأعلامية اللي بتحفظ سر؟ بعتبرها من أشف المزيعات أنا أكثر حدا بيحفظ سر مش وفاء الكلاني بس هي من أشف المزيعات وأشتروني من أشف المزيعات محترمي جدا 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 من هلأ لتخلص الدني كتير مرة محترحة إلى نجera جدا جدا ان شاء الله يكوني بيستهلة يا محاسن عم يقول له محبة فيه أنه أنت عندك جوهرة حابز علي هي كاتومي مثلي يعني كل شي بخصني أنا ما حدا بيعرف أنا كل شي بخصني ما حدا بيعرف ببرنامج سؤال محرج اللي بيقدمه الإعلامي طوني خليفة اخترت أو فضلت الفناني جوليا بطرس على الفناني ماجدة الرومي وبعرف أدى كان في عالية أواطيدة بتجمعك بالفناني ماجدة الرومي بعد هالحلقة قلت وقته أنه أنا جرحت جرحتني ماجدة صار إشي كتير ما بعرف لي مش حبي أحكي فيها لأنه بعد ما انتهيت كان في أي ردة فعل من سيدة ماجدة شو هي مجدر فيت عمر يعني لك تأخبرك شي بيوم من الأيام قادي بمكتبي دائماً أنا بالبيت عندي مكتب حياتي كلها عايشي بالمكتب في صورة بتجمعكم هون أنت والست ماجدة معنى ابتسام ونيم حياتي كنت عايز متع الغداء وهالمرة مكتب